السلام عليكم ورحمة الله معكم الدكتور رشيد زغلول طبيب في القطاع العام كما يعرف الجميع اننا دخلنا دابل واحد المرحلة اللي هي جد حريجة جد حريجة لانها متميزة تقريبا بثلاثة اشياء اولا ظهور بؤر عائلية والذي نرى ان عائلة كاملة تصد استد الافراد او سباة الافراد فيهم الاب فيهم الام فيهم الابناء فيهم الاقارب من قبل كانوا هناك حالات محلية ولكن متفرقة ثانيا هناك ارتفاع في عدد الحالات الجديدة من قبل كانوا خمسين ستين سبعين كانوا ميوميا بارف واربعين ميدابا والذي نرى مية الفوق ثالثا ارتفاع فعلا الوفايات اذا المرحلة جد حريجة هذا الفيديو مخصصة او موجهة لفئة التي تعتبر قليلة مقارنة مع الفئة الخراء التي ملتزمة بالحجر الصحي ومطبقة تعليمات للسلطات الصحية والسلطات الأمنية كما ينبغي بحذافها وهي مشكورة على ذلك أما الفئة القليلة الأخرى فهي كما تقول بالعربية لا تصوق واخذ الأمور باستهتار كبير وعدم المسؤولية أنها تخرج كما ترى تجموعة في الأسواق وكما ترى تجموعة في بعض الأماكن هذه الناس بالرغم أنهم قليل يشكلون خطر كبير على الفئة الخراء وعلى البلاد ككل وعلى البلاد وعلى البلاد يجب أن نقول لهم بأننا كاملا سوف نغرق السفينة سوف نغرقها كاملا ونحن لا نستعد نغرقها كاملا يجب أن نتعاون لكي نصل السفينة لبلاد الأمان ويجب أن تكون لكم روح المسؤولية إذا كنت مستهتر ولم تخاف على رأسك فهذا هو عملك ولكن سوف تشكل خطر على الفئة الخراءة الملتازمة وتشكل خطر على المجتمع وعلى البلاد ككل ويجب أن نكون كلنا قد المسؤولية لأن هذه المسؤولية هي مسؤولية جماعية ليست مسؤولية فردية لكي نصل إلى البلاد لبلاد الأمان إذن أعفكم بقوا في الدور والتازموا بتعليمات السلطة الأمنية والسلطة الصحية الأمور جد حساسة في الساعة وأحسن علاج لكي نكونوا واضحين أحسن علاج للمشكلة الجائحة لكي نكونوا واضحين أول وقاية والوقاية هي أنك تقلس في الدار وتحميل رأسك وتحميل عائلة وتحميل آخر ترجمة نانسي قنقر